اشتركوا في القناة هذه الـ 20 سنة السوداء في حياة العراقين التي مرت على العراقين منذ عام 2003 لحد الآن حديث طويل وحديث يعني مؤلم جدا حقيقة وفيه تفاصيل كثيرة من كارثة من نزيف لا ينتهي الحقيقة هكذا يمكن وصفه وجزء من هذه واحد من أوجه هذه الجرائم التي ارتكبت في العراق وما زالت ترتكب قبل أيام ذاكرة الناس يعني لا تنسى قبل أيام قليلة خلال أسبوع الماضي أعلنوا عن يعني دعش جثة مجهولة وجدوحة مجهولة الهوية مقتولة ومقتولين بالرصاص وعليهم أثار تعذيب واضحة طبعا مباشرة قالوا يعني هذه جرائم جنائية بالعراق هذه ليست جرائم يعني عمليات القتل على الهوية هذه لا جرائم يعني جنائية وهذه في كل مرة من سنوات نفس الادعاء لا وجود لشبهات سياسية وطائفية وهذا البيان صدر بهالشكل حوادث قتل جنائية ورغم ذلك أنه هذا الكلام عندما يقولوه هذا فيه إدانة لهم يعني هذا لا يبريهم لا يبري الحكومة لا يبري أجهزتها بالعكس يدينهم إدانة كبيرة ولوها حصلت في أي بلد من بلدان الدنيا حتى المتخلفة وإنما كانت لقامت الدنيا ولم تقعد لكن في العراق مصيبة هذه دول العالم الغربي ودول في أمريكا اللي تحدث عن حقوق الإنسان مصيبة وقامت الدنيا وقعدتها على قضايا تافية في العالم لأنه لأنه مصالحها تناسب وياها لكن في العراق لا حديث عن هذا وكأن لا يحدث شيء في العراق لو حدث هذا وربح هذا لو حدث كل هذه الجرائم التي حدث منذ عام 2003 لحد الآن في أي بلد بالعالم لقامت الدنيا ولم تقعد لكن في العراق لا أحد يتحدث مصيبة كارثة لأن هذا النموذج هو الذي نموذجه يريده يريده أمريكا ويريده الغرب في العراق لصالح إسرائيل صالح هؤلاء السراق والفساد لكي يضعف العراق لكي ينهان العراق لكي يفقد العراق قدرته على أن يكون بلد ليفقد المواطن العراقي أهم شيء هوية المواطنة هذا الذي يريده 20 سنة كل التركيز على هذه القضية لكي يفقد العراقي هوية الوطنية ويذهب إلى هوية طائفية هوية فرعية هوية صغيرة يضحكون بها عليها فالمهم يدينون نفسهم عندما يقولون هذه حوادث قتل جناعية لأنه هناك يقولون بالبيان نفسه وجود عصابات جريمة منظمة الله أكبر وجود عصابات جريمة منظمة في بلد في 17 مدر 14 مدر 17 جهاز أمني وجيش والشرطة وحشد ميليشيات حشد وأمن الحشد ومدر منهم وصيبة قشرة والميليشيات تستعرض في الشوارع وأنتو تقولون أن أمن وأمان وخلي يجي الاستثمارات وبالتالي تقولون أن أكو عصابات للجريمة المنظمة عشون كالأمان على من تضحكون تستقطعون 20 و 30% من موازنة تنطوها الأجهزة الأمنية والقوات العسكرية حتى تبنوها لكي تحمي الوطن وتحمي نظامكم تحميكم ولكم وتحمي العملية السياسية وليس تحمي الوطن لأن الوطن متروك بدليل هذا القتل وهذا يعيدنا إلى صورة عام 2006 وقبلها وراها عام 2006 وبعدها كانت الجثث التي في الشوارع أكثر من 300 جثة 400 جثة يوميا مرقات بالمزابل والشوارع في أماكن بعيدة وبالبساتين مقتولين وهذه هذه القضية ورغم ذلك عندما تصدر بيانات أو إحصائيات دولية يقولون العراق من أكثر الدول من نسبة الجرائم الجنائية هذا لا يهزكم لماذا هذه الأجهزة الأمنية لماذا عندكم هل هذه الأجهزة الأمنية لماذا المواطن من يطلع يظهر يظهروا الشباب ذول الحلوين من 2017 طلعتوا كل أجهزتكم الأمنية وما دي شنو الطرف ثالث وما دري منه وقتلتوهم وذبحتوهم عندكم بس بس تحدثون عن عصابة الجريمة ومنظمة بالعراق لا تتعلم شون بلد انتم جدتوا حكمون وين الحكومة وين امتداداتها وين سيطرتها وين قدراتها وين كومنتوا وين العمليات كل الحديث هذا الملتبس المضحك المبكي على المواطن شون ذنب المواطن شونه شونه داعش جثة بيوم واحد يلقوها مرمية بالبساتين ومقتولهم متعرضين للقتل وتقولوا لجريمة من العصابات لا ما هو نفس الطائفية ونفس المصيبة ونفس الميليشيات وهذا اسلوب الميليشيات اسلوب هذا واضح للميليشيات نفس الاسلوب استخدمه من عام 2003 لحد الآن بالقتل والتشويه والخاصة ببالفين وستة وسبعة شهده كل العراقي وما لا علاقة بشيعي وسني ما نتحدث هذا الموضوع لكنها علاقة بمنظومة تريد أن تدمر العراق تريد أن تزيح كل واحد يعني لا يتناسب معها لا تريد من لا يمشي معها في هذا الطريق هذه كارثة وتحدثوا لي عن حرية وديمقراطية وعندنا وشن الفائدة خلي عندكم قنوات شنو تنتقدكم تضحكون على الناس بيها والتالي اللي يريد يطلع الظاهر رح ننضمن له هاي ما كانت موجودة سابقا وماذا يعني سابقا كنت تقولون دكتاتوريا ماشي دكتاتوريا طيب وكان يمنع لي أنه مريد أحد النظام الدكتاتوري مريد أحد يظهرون دكتاتوريا طيب وإنتوا شنو تسوي تظاهرون ضدكم تقتلوهم شنو الفرق يعني وانا الديمقراطية وانا الحرية وانا احترام الناس دعا الجثة في يوم واحد ومئات وآلا مئات الآلاف من الجثث ومغيبين ومصاهب لحد الآن ملف المغيبين لا أحد يعرف وين والناس اعتبروهم اعتبروهم ميتين وعوضوا أهلهم وهذا الكلام هكذا تصرفون مع قيمة الإنسان العراقي ما لا علاقة يعني يكون سني يكون شيء يعني يكون كردي يعني يكون عربي مسيحي مسلم ما لا علاقة هو مواطن عراقي بس دفعتوا للهويات الصغيرة لي كيتحدثوا عن هويات صغيرة لي كيتشغلوا الناس بالهويات الصغيرة لكن عندما تبقى الهوية الكبيرة الهوية جانا عراقي exactamente تحدثون عن عراقي عراقي ما تقدرون لأن كل عراقي ستحسبوك بس بتحدثون فتخصصون وهذا من العشرة الفلانية العشرة تذابح بناتها هو واحد يقول الله تحدثوا لي عن أمن وأمان وقدرات وصباط عالج جهاز أمني وتخصيصات بالمليارات وتالي هذا وضع العراق جثث من وأمريكا وبريطانيا تحث مواطنيها لا حد يذهب للعراق تحذر مواطنها لأنه مؤمن ولا أمان أكو في العراق طيب من صنع هذه التجربة وانتو صنعتوها التجربة وجبتو هذه الوجوه الكالحة وهذا الفساد وهذا الخراب وهذا هؤلاء الذين حكموا العراقيين بالنار والحديد والسرقات والفساد وهذه الكارثة هذا النموذج للعراق انتو صنعتوه من المسؤول عنه وعندما يعني يتم الملح للعراق لا روح لانتخابات روحوا صناديق الانتخابات غيروا أي صناديق الانتخابات ميليشيات وتحكم عصابات ومافيات وعصابات جريمة منظمة ومعرف منه وإيران وتغلغل ومصائب قشرة وفلوس وحرام وبوق وتقول لي أكو ديمقراطيك وصندوق الانتخابات وعدالة مضحكها 85% من العراقي مجال قبل الانتخابات السويتم شكلت حكومة من أقل من 13% من العراقي الراحل للانتخابات وهما ميليشيات وقوى أمنية شكلتوها الحكومة ومع ذلك شكلتوها من الناس الذين خسروا لأن الجزء الكبير من ذول الـ 12-13% التي فازة بالانتخابات السحب والخاسرين من هؤلاء هم الذين شكلوا الحكومة وتقولون أن هذه الحكومة منتخذة من قبل العراقيين كيف هذا؟ تفسروننا هذه المصيبة وبالتالي هذه الكارثة بهذا الشكل مع الأسف الشديد العراق في محنة كبيرة والناس في محنة كبيرة الحقيقة وهذه المحنة لن تنتهي إلا بيزالة كل هذه المصيبة وهذه الكارثة يجب أن تنتهيها هذه الكارثة بأي شكل من أشكال يجب أن تنتهيها الكارثة استمرار هذه الكارثة ستنهي العراق سنهي العراقيين وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزاء المشاهدين أترككم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة